اشتركوا في القناة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء إلى جلالة العاهل الأردني وتمنياتهما بالتوفيق والنجاح لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية وللأردن الشقيق دوام الرفعة والازدهار من جانبه رحب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بوزير الخارجية وكلفه بنقل تحياته وتقديره لجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بمزيد من التقدم والرقي والنماء معربا عن التقدير لمملكة البحرين لمشاركتها في هذا المؤتمر المهم الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الدول المشاركة وجمهورية العراق ودعم جهوده لمواصلة مسيرته التنموية وأكد جلالة العاهل الأردني على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتعاون وتنسيق المشترك المستمر بين البلدين ووجه بضرورة مواصلة وزيادة مستوى التنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين تجاه القضايا والتحديات الإقليمية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والنماء لدول المنطقة